أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر المثوبة فضيلة الشيخ يقول السائل أشهد الله أني أحبكم فيه ما صحت هذه العبارة أهل السنة يختلفون ولا يتفرقون فإذا تفرقوا لم يكونوا من أهل السنة وجزاكم الله خيرا نعم المقالة صحيحة أن أهل السنة يختلفون في الرأي والاجتهاد لكنهم لا يتفرقون في القلوب بالبغضة والشحنة بل هم إخوة وإن اختلفوا في بعض المسائل والاجتهادات فإنهم لا يوجب هذا أن يتباغضوا وأن يتقاطعوا وأن يحتقر بعضهم بعضا كما هو شأن الجهال الذين إذا اختلفوا في مسألة تعادوا وتقاطعوا واحتقر بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا مثلا إذا اختلفوا في مسألة اليدين في الصلاة بعضهم يرى أنها تقبل على الصدر وبعضهم يرى أنها تقبل تحت السرة بعضهم يرى أنها ترسل ولا تقبل هذه آراء فقهية لأهل العلم فلا يتعادون بموجب ذلك لا يتعادون بموجب ذلك وإن كان بعضهم يرى أنه أصوب أو أنه أسعد بالدليل لكن لا يعادي أخاه ما دام الخلاف في مسائل فقهية مسائل اجتهادية وليس الاختلاف في العقيدة العقيدة واحدة وإنما اختلاف فقهي هذا لا يوجب العداوة بين الإخوان ويوجب الحزازات إنما هذا يكون عند الجهال أما أهل العلم فهم إخوة وإن اختلفوا في بعض المسائل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية ولا يوجد ذلك بينهم عداوة نعم